نستدل من الآية نستدل من الآية لا سأقوم بتقديم هذا بكثير أولا سأقوم بكثير من القرآن يَعْنَارُ كُونِ بَرْضَمُ وَسَّلَامُ عَلَى عَلَى عَرْهِيمُ صلى الله عليهβα، القرآن و الجزيرة الرغم يحل 00现在 سأقوم بتمثير سيد او إليهها لكن تجيب ويعيه بالمعرفة في القرآن الله يفعل درسناً جنباً ومن الرقم أن يفعل ذلك الأولى يفعل درسناً جنباً يجب أن نفعل درسناً جزيلاً عن الواقع بالفعل هناكي لا تقل في المدينة الولي قرآن أيضاً أولى أولى يفعل درسناً أهل يمكن أن تغيير كل شيء فيما يتعلق بقول الله تعالى أن سنة الله لم تجد لسنة الله تبديلاً ولم تجد لسنة الله تحويله يسأل أخ محمد شريف ويقول إذا كانت هذه السنة قابلة للتغير ونحن نجيب بهذا السؤال على من يحاول أن يفهم أن الشمس سوف تشرق من المغرب وهذا مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى فكيف تبدلت سنة الله مع سيدنا إبراهيم وألقي في النار ومع ذلك لم تحرقه النار يقول أمير المؤمنين أن السنة التي يعلمها الله هي السنة التي لا تتبدل ولا تتحول والله سبحانه وتعالى لم يعلم في القرآن في أي مكان أن النار من طبيعتها الإحراق فقط ولذلك فهي ليست من سنة الله المقررة والله سبحانه وتعالى في هذه الحالة لم يغير سنته لأنه لم يعلن ذلك في القرآن إذن الذي حدث لسيدنا إبراهيم لم يكن فيه تبدل ولا تغيير لسنة الله تعالى ترى أنه ليست مقطع 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 مؤمنين مثل رفش بصور شخصايا روما و شخصايا روما روما وبالتحالى و أن يكون هناك مقصود روما لا تقالى أنه ليست من تحالف النصر هذا هو مهم جدًا. لكن عندما يتبع إلى شيئاً كالسنة ، يتبع إلى شيئاً كالسنة ، هذا لا يرغب. ثم هناك أيضا مثال آخر لابتلاع الحوت لأحد الأنبياء ومكث في قوفه لفترة طويلة. هذا أيضا يخالف ما نعرفه ولكنه ليس مخالفاً لسنة الله. فسنة الله التي لا تتبدل هي التي يعلمها الله على أنها سنة. الثاني. الآن what I must point out in reference to this, although I have answered in principle. But with reference to what happened the Holy Qur'an indicates and throws light on what might have happened. First of all, النّار is not always literally the نّار as we know it. ليس لتوردي في هذا النار النار لتشغيل النار الآن كسب عادة شغيل حينها يجب أن يقومون بالنسبة للمشاهدة هذا يسمى النار لأن القرآن يجب النار في البداية في سورة البخرة هناك المنطقة المنطقة ليس فقط المنطقة 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 هنا الله تعالى أغواها أيضا أجني النار فقط المنطقة حاولة كل شبك Saad أحاولة العلنة ومعن نظرة جميع أن ينجب أن يقوم بسرع على الشبكة الصاعة تنتهي مني ستخافه يمكن أن تكون مجالاً بالحق للمدة. لدينا هذا ناري حقًا ربما يوجد الكبير دائماني وغيرتل وكل الجمال المصبر ينجس، لطفقه بيضية الله. أثناء الفوحيات يجعلون بيضاء الله. هذا يدعون به ذلك جدًا آر. وطفقه لحقًا وأزوجه تضرق لكي تضرقين. أجلًا الحارب في الوقت انتقالوا بإمكانت الورد الصوت الذين أن تحصلوا. فهو تنظروا. ذلك كان تحصلوا. وَأَرَادُوا بِهِ كَدًا فَجَالنَهُ الملخسرينَ كانت تحصلوا. قَدَى صُّدًا لم يتحصلوا بأن تحصلوا. فهو الورد صحيحة قوانا لا تتحصل لم يتحصل إلى كل شيء. كل شيء في نفسه. ناري قلت بأسفارة تظهر 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 تظهر. وهذا هو حيث عن إبراهيم الذي تشهر تظهر يقول أنهم أمنين أنه أجار على السؤال بصفة عامة ولكن الأولم أن كلمة نار التي وردت في القرآن فيما يتعلق بسرد إبراهيم لا تعمي النار الخشب والوقود وهذه الأشياء المحرقة المعروفة ولكن النار التي يشير إليها القرآن هي نار العداوة ونار الاتهاد ونار المؤامرات ونار محاولة إفشال مهمته وهذه كلها استطاع سيدنا إبراهيم أن ينجو منها بفضل تأييد الله ومعاونته النص هنا يقول قالوا حرقوه وانسروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار اقولي بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فهم أرادوا أن يحرقوه بمعنى أن يكوه بهذه المؤامرات وهذا الكيد الذي يتعارب مع مهمته ولكن الله جعل كل هذه المؤامرات وكل هذه الاتهادات بردا وسلاما عليه لم يتأثر وتحملها بصبر وأرادوا به كيدا فأفشل الله هذا الكيد إذا الكيد هو الذي فشل وليس قدرة النار على الإحراق بسبق لحظة أعتقد أنه يتعارب فسن في الوقت يمكن أن تمنح البطان قد نجعل هذا يصبح مستشعر بناس على حيات الرابط الذي يحدث ترك الشرق لأن الله لا يقول هذا ما يقول لأنه يقول رب رجل قناعها محمد يكون قد انتإم المخاطر على الوقت آخر قناعها حتى تعتبر النار من الناحية الإيمانية لا شك أنه لو كان سيدنا إبراهيم قد ألقي في النار الدنياوية الفعلية لكان من الممكن أن نجيه الله تعالى كما قيل ولكن كل الدلالات تشير إلى أنها نار على سبيل الاستعارة هذا هو الشيء الذي قلت أولا مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ اللَّذِ إِسْتَوْقَلَ النَّعْرَ فَلَمَّا اللَّهُ أَطْمَحَ لَهُمْ زَحَبَ اللَّهُ بَلُّهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِلُهُمْ هذا هو النعر الذي نجيه من كل النار الدنيا هذا يقوم بمثلاتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى عن كيف تشيرها وماذا تشيرها وماذا تشيرها في سورة البقرة في أول القرآن هناك قل الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فكأن الله قد ضرب النار مثلا للمؤامرات والأعمال التي يقوم بها أعداء الأنبياء وهذا ما كان ضد سيدنا إبراهيم وهذا ما نجاه الله تعالى منه وجعله بردا وسلاما وهذا ما يتعرض له كل الأنبياء ويمجيهم الله من هذه النيران In another verse in Surah Al-Maida the hostility is referred particularly hostility to wage war against the believers is mentioned as نار very clearly the verse is كُلَّمَ آخَدْ نَارَ لِلْحَرْبِ أَفْحَى اللَّهُ Whenever they build the fire of war against the holy prophets Allah puts it out the word not is very wide in application هناك مثال آخر من القرآن الكريم عن مؤامرات اليهود الذين كانوا دائما يحاولون إيقاد الفتنة والمؤامرات جد النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها القرآن على أنها نار للحرب فالنار هنا تعمي هذه المؤامرات كلما أوقادوا نارا للحرب أطفأها الله فهذا الإطفاء هو إفشال مؤامراتهم ومكايدهم لذلك هذا المؤامر الذي يتحدث في القرآن أن يكون مؤامراتهم ومكايدا مع إبراهام بالقرآن كان مؤامرات يتحدث في القرآن كان مؤامرات يتحدث في الكثير من قرآن فإطفاء النار بالنسبة للسيد بن إبراهيم الذي ذكر مرة بالنسبة له هذه الآية تبين أنها عمل من الأعمال العادية التي يقوم بها أعداء الأنبياء دائما يشعلون النيران ضد الأنبياء بمؤامراتهم ومكايدهم ولكن الله دائما ينصر أنبياءه ويدفئ نيرانهم كُلَّمَا آخَزُنا بمؤامراتهم ومكايدهم بمؤامراتهم ومكايدهم بمؤامراتهم يتحدث من قرآن إبراهيم